مجدلة أنت تقريباً بكل حلقة بتبكي مش عم بقدر أتخطى الوجع شو أكتر مشهد وجعي يبنت اللي عم بتصرخ أنه عرفت أمم مشاعره وقل كفوري شو قصته حكي لنا بعدنا بنكتب لبعض رسائل إذا واسقة في 100% ليش خايفة من الخيانة أنت كنتي قايلة أنك حابة تتبني أنا جاهزة لقالها كتير وصابقات ملكة جمع اللبنان كنتي بنفس المثابقة مع نادين نجيم لميتها فرنجية كنت واضحة من البداية أنا نادين رابحة والدراما اللي كانت تصير كان متفق عليها في أس أسلام مجدلة أهلا فيكي معنا بمنا وفينا بس قبل ما نبلش نحنا لازم نكون مستعدين إليك تفضل مجدلة خدي كيفايتك خليهم جنبك يعني نحنا بتعرفي لما عم نحضر الحلقة قلنا شو ممكن يلزم مجدلة شو ممكن تحتاج تحتاج لأينا إنو هالكليناكس أو المحارم أو ما بارف شو بتسميهم ممكن كتير تحتاجين أهلا ممكن أحتاج واحدة منهم بس أوكي حتحتاجي كتير بالعادة بتحتاجي بحتاج إيه البكاء والدموع جزء من شخصيتك إيه جزء من شخصيتك طيب قبل ما نبلش بقدم لك نصيحة إنو ما في شي ممكن تخبيه ما في شي اليوم ببكيكي وما في شي ممكن تعترضي إنك تجاوبي عليه أوكي تمام؟ أنا جاهزة مجدلة خطار بتعتبري إنو الحياة معطتك اللي بتستحق إيه؟ بعتبر إنو نص ع نص في بارت كتير كبير بحياتي أنا فخورة فيه وكتير مبسطة فيه في بارت مش فخورة يعني ما في نقول مش فخورة فيه في نقول إنو في نواقص ليش؟ آآ فيك تقول إنو بحياتي الشخصية بين عائلتي بين زوجي وبنتي أنا كتير مبسطة وبشكر الله ميتمرة على هيدا القسم قسم المهنة أو الشغل بحيث إنو إن ظلمت، ظلمت حالي، فيه نواقص هيك بس هيدا الشي يعني فيه علامة ظلمتي بشغلك ولا كان هذا نوعا ما تأثير منك؟ آآ مش تأثير مني أنا شخصيتي ما بتعرف تفرض حالة هيدا الشي كتير بيأثر بشغلنا يعني مش ما بعرف أفرض حالة ما بخاف بعمل، بحس إنو متل كأنو لازم أنا شطارتي أو شغلي هو اللي يجزو بالأشغال بالمقابل، لأ، فيك أنت تعامل خطوات لتلاقي اللي بديكي ما بعرف أسا وصلت الفكرة وصلت فعتك قطار الشهرة بتاع تبري؟ مم أنت كنت بمراحلك الأولية بدخولك المجال، انشهرتي بفترة خاصةً بلبنان، خفت هالشهرة لما كبرتي؟ مش بس بلبنان حتى بالدول العربية أنا في مرحلة قبل السوشال ميديا بشوي كان في عندي ناس من السعودية من الدول العربية بيعملولي فان كلاب على يعني على مثلا على فيسبوك أبما تصير السوشال ميديا هي أساس يعني أصلاً سو أنا بالنسبة لقالي كنت أمشي بشوارع لبنان تصور مع ناس كانت هيك صدمة لقالي خاصةً بمرحلة سوبرستار لما عملت على فيوتر تيفي قدمتي سوبرستار وكمان شاركتي بمسابقة ملكة جمال لبنان وكنت كمان وجه إعلاني معروف لبرندات معروفة طيب تعتبلي أنه هلأ خفت شهرتك شوي هل هذا الشي بيأثر عليك؟ بيزعلني بحس أنه لو استغلت الموضوع بوقتها وكفيت بهيدا القوة شو كان فيك تعملي؟ كان في عروض فيني أرفضها واشتغل أنه أنا لأ وصلت لمحال فيني أخد شي أحسن وفيني يكون بمحال أحسن وانطر الفرصة مش أي فرصة بتجيكي لازم تقولي يلا لازم ناخدها يعني كان لازم تتأني أكتر باختياراتك نعم تعتبري أنه أخدتي يمكن قرارات غلط ببعض الأوقات ترعت فيها ترعت فيها أخدتك هاي الشهرة هيك لوهلة؟ حساتي أنه خلص أنا وصلت وشو ما عملت هلأ بنجح؟ لا مش هيك خفت أنه أول شي كانت الأمور المادية شوي أنا بحاجة لقلة بحاجة أشتغل هيدا واحد دين خفت أنه مش دائما بتجي الفرصة يلا أجتنا خلينا أخدها وهيدا شي غلط لازم بلا بتجي الفرصة تأني نطري وراح تجيكي بالآخر أنت بلشتي من المسرح بداياتك كانت من المسرح والتربية المسرحية مأسرة يمكن بشخصيتك أم تقلت أنا مجدلة أكون أو لا أكون؟ أوف ما بعرف أكون أو لا أكون؟ بتعرفي شغلة يمكن بالمرحلة اللي جيت فيها على الإمارات وما لقيت شغل دغري مع أنه كنت متوقعة أنه أنا دغري رح لقي شغل وأكيد لأنه عند الخبرة وصنية طويلة بالإعلام بالإعلام من بعدها خد قرار أنه أنا مش بس بحب الإعلام كموزيعة بحب الإعلام كمعدة بشتغل بالبرودكشن بكل شيء حساتي ممكن أنه هالخطوة حررتني من فكرة أنه أنا بس على الكاميرا فيك تكوني مجدلة ورا الكاميرا وتنجح بالشي اللي عم تعملي سأنا وسط لمرحلة أنا روديوسة ببرا بس مش تأتي بوقتها لبريق الشاشة؟ كتير شتأت وضلت إسعيله تأخر بس إجا هي هيك الحياة بس ليش هلأ بدي بكي كتير؟ أنا بس بدي أخبر المشاهدين اللي ما بيعرفوا أنك ليش جبنا هالكمية المهولة من الكلينكس يعني المحارم المناديل الورقية مجدلة أنت تقريبا بكل حلقة بتبكي شو الشو الشو السبب؟ تدعم الهوى حتى بره الهوى عندي ما بعرف إذا فينا أقول هيك فائد من المشاعر بحس بكل الناس ما بعرف فتح في طاقة حزن مع كبوتها جواتك بتحسي وبتفرغيها بالبكي؟ أبدا مش دائما البكي بيكون عندي بس للزعل يوم كتير ببكي مع الفرح كمان ضغري بينزلوا دموعي أنا بأعراس أصحابي بناس بضيعتنا بنات طلعوا من الضيعة راحوا على ضيعة تانية ببكي ما بعرف بحس بها يمكن تفكر بأمهم ليش عم تزعل تفكر هلأ مثلا بضيوفي بنصيحها بحس أنه إذا ما حسيت بمشاعرها ما بكون عملت شيء خاصة الأم لأنه عندي بس ما بتعتدي بمطارح لازم الإعلامي يعني يشد حاله لحتى هو يكون عم بيوصر رسالة بشكل شوي حيادي نيهاني مش ضروري شطحالي بالنسبة لقلي بنصيحة يلي هو عن العيلة عن مشاكل العيلة وعن القصص اللي بتصير بقلب البيت ما في حدود لمشاعري ما عم قدم شي سياسة ما عم قدم شي مثلا هلأ عند برنامج عم يطلع على الهواء على المشهد هو بيئة ما رح تبكي على الشجرات بس أنه قصدي في محلات أنا بالنسبة لقلي يمكن نقطة قوة لقلي أنه أنا في نقبكي وإنتي لما كنتي بس مساهمة بتغطية حرب غزة كنتي كمان ما قدرت أعملتك دائما دموع كتير 24 ساعة هلأ أكيد الموضوع مؤثر جدا لقلنا كلنا يعني حتى الناس اللي ما كانت حم تقدم بالأخبار كانت متأثرة وواجعنا الموضوع جميعا بس هو يعني تحديدا بالأخبار بيقول لك لازم الإنسان يكون لازم المزيع ما يفرجي مشاعره الشخصية هي كانت مرحلة كتير صعبة على الجميع بس أنا عطيوني فقرة إنسانية كمان كان بدأ دوي على وجع الأمات وجع الأولاد البيت يعني كان في مواضيع معينة بدي أطرحها بلشت أول حلقة تاني حلقة تالت حلقة طب أنا مش عم بقدر أتخطى الوجع يعني كتير كان صعب علي أخرت قرار انسحب ما مقدرت يمكن أنا مش بالمحل الصحيح أوكي أنا بعمل قصص إنسانية أنا بعرف إنه مشاعر بتتغلب علي فأنا مش بالمحل الصحيح انسحبت أنا حاستك هلأ رح تبكي مجدلة لا مش رحبك هلأ بس مرحلة كانت صعبة كانت صعبة كتير علي وخاصة وأنت كنت عم تبكي بره الهواء كمان بره الهواء وعلى الهواء ما قدرت يعني هلأ بره الهواء بفهمك كنا كلنا موجوعين بشكل الواجعة كانت كتير بي كان في مشاهد عم شوفها معهم بقدر تخيل أنا بعيدة عن هذا المشاهد شو أكثر مشهد وجعك حساتي لا أنا ماني قادرة أكمل إنه قدم هذا الشي كتير مشاهد كتير شي هيك علم جواتك ما بتقدري تنسي البنت اللي عم بتصرخ أنه عرفت أمه من شعره شوف ماريتا فيها نبار كتير صعب كفي كتير مشاهد الولاد اللي عم يرشفوا أنا عم مقدرت بنتي محس أنه جاريت في نقط اللي عم التليفزيون أنا أغمرون هيك أعطيهم دفع في مشاهد بيت ما تحملتها بي هالقد مكسور ما تحملت إنه عادة بتشوف الرجل أنت بقوي ما تحملت تشوف رجال هالقد مكسورة هالقد خلاص فرطت عم تبكي يعني بس هي البنت اللي عم تنبش على أمه بقوة عم تقول عرفتها كتير صعب كان إمت روني جوزك قالك كفاية؟ وسحب منك التليفون علك ما بقى تشوفي قبل الهدنة بكم يوم طول تتير القصة معي ليه شو عملتي وقتها؟ لا خلاص صرت آخر شي أنا أنه كل الوقت بحضر مبني بحضر الفيديو كذا مرة مش مرة واحدة ما عم بتخيل الوجع اللي موجود بغزة ما عم بتخيل الظلم بالعالم ما عم بتخيل أنه في هالقد إجرام بحس الأطفال بالذات كتير بتحسي أنه بيمسك صح؟ كتير كتير أنا عندي ضعف تجاه الأولاد حبهم كتير كتير يعني وتصرت أم صرت حبهم أكتر بكتير كنت أعرف كنت أقول دايما أنه كنت أصبح لحالة أقول أنه هيدا الولد إيه مش مهضوم أو هيدا الولد مش كتير حلو من بعد ما صرت أم ممنوع أسمح لحالة بهذا الشي أنا بشوفهم كله المهضومين بشوفهم كله حلوين لأنه بعرف كل أم شو عم تحس شو بتشوف بولادها أنا بالنسبة لقالي هن ما بعرف بركة بالبيت هن الحياة كلها هن هن نضاف هن مبسوطين بيعرفوا كيف يكونوا مبسوطين مش متل نحنا مع العمر كيف نتغير أنت بتبكي دايما على وجع الناس أمتى مجدلة بتبكي على وجعها هي؟ لما يكون موجوعة أمتى بتكوني موجوعة؟ أخر مرة حساتي فيها لما حس بالوحدة أكتر شيء بتبكي بالوحدة؟ بتحسي بالوحدة مرات؟ طبعا كل إنسان بحس بالوحدة في محلات ما فيك بتحسي أنه بلحظة هيك أنه مثل كأنه ما في حدا حدي بس بعدين ترجع تقوي بتلاقيهم كلهم حدي بس أكيد أكيد موجودة عند كل إنسان بس إيه بحسها بحس إيام أنه وينهم؟ وين أصحابي؟ وين الناس اللي بحبها؟ بحس إيام وين روني؟ بس بيرجعوا نرجع للفترة هاي اللي حكينا فيها عن القلق والشهرة اللي كنتي فيها أنت تم تعيينك بديلة لمزيعة بسوبرستار حسب ما فهمت؟ كيف صارت القصة؟ خبريني هي مش قصة بديلة هي كان فيها يعني كان فيه اسم مطروح أول وبعدين أنت كنتي لكن هو أنا قدمت آخر موسم موسم الخامس بالموسم الأول والثاني والثالث كان فيه رانيا الكردي مع أيمن قيصوني عم بقدموا مع بعضهم الموسم بالموسم الرابع رانيا انسحبت وقدم أيمن الموسم لحاله سوهن بنهاية الموسم حسوا أنه لازم يكون فيه صناقة بالبرنامج أحلى طرحوا اسمي أيمن مش لأنه أنا عفلك عفكريني مش لأنه مجدلة أو أي اسم تاني بالنسبة لي قاله أنه هو عمل الموسم ممكن لحاله وقدر يكون موجود ليه بدك ترجع تضيف معي اسم تاني سوهن سحب فختاروني أنا وقل منصور وقل منصور كمان كان مشترك قبل بشتبه صار كأنه مشاكل بناتكن؟ أنا وقل أبدا بالعكس أنا ويه من الكاستنج تمسكنا بالبرنامج يعني جينا على الكاستنج أنه نحنا بدنا إلى البرنامج ونجحنا من الأساس يعني حسينا أنه بدنا نعمل هيدا الصناقة اللي لازم ينجح هيدا هي اللي صارت وكيف حسيت هيك هالتجربة كانت على حياتي؟ كتير حلوة هي بالنسبة لي يمكن هي اللي حطتني فوق وخلتني فوق شوي صغيرة وبعدين اكتشفت أنه خلص ما فيك تضلك فوق لازم تمشي مع الحيات وترجع تنبشي على شي تاني يعني حسستني أنه أنا أنا عاملة سوبرستار أنا عملت سوبرستار طب ما أنا عاملة هيدا البرنامج الكبير لايف 12 حلقة على الهوى ديوب فنانين جمهور أكيد حلو كان كتير وكان بوقتها هو طبا تجربة كتير حلوة متابعة جدا البرنامج بالوطن العربي كله طبا غبتي من بعد فترة عن المجال الإعلامي مش كتير من بعد بشوي صغيرة تغيري بلشت MTV من بعد الMTV قدمت استقالتك وغبتي شو صار بالMTV؟ قدمت عدة أنواع برعا مش بالMTV يعني من برنامج فناني هون حسيتي ما أخدتي حقك؟ شو السبب برأيك؟ كنت محاربة؟ كان في شي ضدك؟ لا ما أجا وقتي أكيد مش قصديني أنا شخصيا بس ما نعطت الفرصة مع أنه قدمت كتير قصص عندهم بس هيا الفرصة اللي بتنطرية من بعد ما تكوني عم بتقدمي برنامج مثل سوبرستار وخاصةً بعمري كنت بعدني صغيرة يعني كنت بعدني عم بحلم بكتير قصص ما أجت الفرصة بزعل كتير أنا أنه ومعرفة تفل أنا استقالتي كانت حسيت بمرحلة أنه أول شي كان قرار الزواج كان قريب يعني أنا استقلت قبل زواجي بـ 7-8 شهر تقريبا حسيت أنه صار سند موجود لا أقدر فل اتصرت بيروني وقلت له أنا جاهزة هلأ استقيل باستقيل؟ قال لي إيه؟ هو كان هون بالإمارات هو فل هو شرط عليك أنه تستقيلي أبداً لا لا أنا أكيد كنت مقرارة أنه سافر من بعد ما نزوج يعني إحنا نزوجنا بأيار بشهر خمسة بعد شهرين تقريباً وفقوا على الاستقالة فلت زبطت الأمور للزواج وزوجت ووجيت لهون بس هو لا حسيت أنه أنا بدي بس يقول لي هو إيه؟ بتحسي أنك ضحيتي لما عملت هاي الخطوة؟ لا ما ضحيت بس كان لازم ادرس مرة تاني خياراتي يعني كان لازم أنا بوقتها نبش على شغل بالإمارات ثبت حالي قدم استقالتي واجه استعجلتي شوي بهيد القرار بس أنا كنت أساساً أخذ القرار أنه أنا عبالي سير أم بأسرع وقت ممكن فكانت ممكن كمان رح تكون عائق قدام شغلي ما بعرف فكر مال هيك قلت أنا خلاص تمشي الأمور مثل ما هي وأكيد رح لقى شغل بالإمارات ومال هيك شغل بالإمارات ومال هيك شغل بالإمارات ندمتي لما صار هيك؟ إيه حسيت أول فترة أنه أرر سريع أنه أنا استقيلة بما لقى شغل هون بعدين حسيت أنه أنا جيت لحالي ما في حدا جوزت عد بالبيت دغري وأنا بشتغر كتير 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 كتتشتغل يعني حتى مش بس على التلفزيون كتشتغل قصص كتير برات التلفزيون وتصوير دعيات وهي كله كل الوقت يعني فل فحسيت أنه إيه فراغ 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 شو جاي أعمل ليش هيك أنا عملت بس كانت الأمومة أقوا بكتير من كل هالمشاعر فكلمة هيك أنت قريبة للوسط الفني كنتي وقدمتي برامج فنية كتير بس ما عندك صداقات بالوسط ليه؟ كنت خاف منهم خاف من وراء القصص اللي بتسمعيه بس لو أين بيك توصل يا بس؟ عندك استثناء واحد رح نوصل له هلأ أنا رح أحكي عنه بس بدي يعرف ليش في ناس بعرفون وبيعرفوني بس ما في تواصل ما في التلفون قالوا مرحبا اليوم عملت غنيتك كتير حلوة غنيتك ضربت برافو مباركات على السوشيال ميديا ما عندي إيهم ما بعرف أعملون من كتير بهالقصص مع أنه أنا كتير كتحب وتقدم برامج فنية مش أنه ما بحب العكس كنت من قلبي بعملها يعني بس أي ما عندي صداقات مع الفنانين خارج الشغل واقل كفوري شو قصته حكي لنا البيجست فان أنت في حدا أكتر فان منك لوائل ولا أنت إن شاء الله لا لا أكيد في ناس كتير حكي لنا كيف بلشت هالقصة عندك وكيف من أول يوم من أول يوم قامتها شفتيه من أول يوم طلع فيه على التلفزيون بسديو الفن كان بعد اسمه ميشايل كفوري ما بنسى كنت كتير صغيرة عفكره من بعدها بالحلقة الثانية صار اسمه واري كفوري وأدي صار لهالقصة 20 سنة 25 سنة 30 سنة بـ 92 هو اشترك بسديو الفن أبداً بالعكس صدت بدافع عنه أكتر هلا صار عندي الجرأة إنه هيك إنه كيف بيتعامل روني مع حبك الكبير لوائل لا مهضوم بهاله هو وائل طبعاً بيعرفك اه طبعاً ايه وفي معرفة في معرفة مش صداقة بس في معرفة شخصية أكيد بيعرف بحبك الكبير أكيد وبيني وبينك هيك ما حنخبروني كان عندك حلم شي إنه تكوني أكتر من فان من قبل بمرحلة معينة بمرحلة معينة كل البنات بيمروا فيها عفكا مش بس أنا يعني تم أكون كذابة بس بمحلة معينة تشاب تقولي أنه لأ خلاص وعيه رايع للوقع شو بيقلك روني؟ بيغار منه؟ ما بعرف ولا مرة عبرلك؟ بس بالعكس هو بيروح معي دايماً على الحفلات وبيصورني بس ما بعرف إذا ما زعوش بيقلي ما تقليلي ما بتعرفي مستحيل لوحدة ما تعرف ملعب حوش شو بيبين عليها أصغيران؟ نبرد صوته كلامه عنه بيبين يمكن غيران بس ما بعرف ولا مرة ألي ما بيمنعك ولأ أنت ما بدك تنتبهي للموضوع أصغيران ولا لا أنا بدك تكفي بحبك هات أنا عم بحضر الحفلة بصير بغير عالم أساساً أيام كتير بكون عم بحضر الحفلة أنا وروني بقرب لقدام وبنسى أنه أنا روني معي تنسيتي جوزك يعني خلاص لا هي مش انتبه دايما بقوله أنا مش يعني نسيت روني بس هو بمحلة بعين خلاص برجع هيدا الطفل يلي أو هيدا البنت يلي خلاص المراهقة بدأت ترجع هيك المراهقة يلي بدأت تعيش حياتها طيب قصتك مع واقل عرفناها قصتك مع إليم شنطف لعب كرة السلة اللبناني الشهير شو القصة حكيلي هلأ طيب أوكي إلي هو كان بلعب أس كتأكيد مشهور كتير كان بطل بلبنية أم ثيرتين نحنا بنسبة لقلنا أوف وأنا أم مجدلة يعني كان كتير في قصة صحية بالنسبة لقل روابط أول ما بلشي لعب من شهر كتير اللي مشنطف بلشت أنا جمع له صور بي فاين سمع سوا جمع جمع بس هاي خيان الأوائل ولا شو؟ نعم هاي مالا خيان الأوائل خلاص أوائل كنت عارفة أنه ما رح يشيل شيء خلاص فتفتت الأمال انه لازم نشوف محل تاني آخر صورة جمعت لأ إليم شنطف كانت نهار عرسو حطيت الصورة وخلاص قلصت أنا خلصت علاقك وجاك قلبك خلصت علاقتنا وجاك قلبك نهار عرسو خلصت علاقتنا خلصت علاقتنا البهمية اللي من طرف واحد هيا بتخبرك شغلة كمان صادت معي لما اشتركت بمسلاة برنون 2004 نحنا كنا بالرياليتي تيفي صو نحنا كل حلقة بتظهر فيها المشتركة نرجع بعدين نرجع نحضر وكل حلقة كان فيها لجنة حكم ففي حلقة من الحلقات أنا كنت عم بحضر فيها كان من بين لجنة الحكم إليم شنطف صو أنا بالنسبة لألي حلم أنه أنا قاعدة هون وهو قاعدة دامي وصل وسلم علي بالاسم فأنا يعني هو شكله حاضر الحلقات اللي قبل وشافني فبالنسبة لألي أنا كان قوف من بعد رح تحضرت مرة ماتش وقال لي خلص الماتش وشافني بين الجمهور وعطعنا تي شورت تابعه أوكي تعرفي لعبة الباسكت أو الفوتبول بيجعوا بيشلحوا تي شورت وبيكبوها للجمهور فضلت عندي شيء كذا سنة مش مغسلة أوكي بس أوكي بس أنه لأنه أنا بالنسبة لألي أنه هي كانت أنه بس ما جربت الطورة العلاقة أكثر من هيك لا 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 هي هو القصص هيك بس أحلام يعني المحالة معين الحب الحقيقي بمحال تاني بيكون دايما ليه؟ هيك بيكون حب متكامل من كل الأطراف من وين من الطرفان ومن كل القصص بس في فان من قبل تجوزوا الفنان اللي بيحبوه أوكي ما وصلت له لهالمرحلة ما زبطت ما زبطت معي كنت بقعي أكثر انتي رومانسية كتير بمجدلة واضح كتير كتير رومانسية وروني كيف؟ نيح نيح ورومانسية مش عاطل هلا كان أكثر خفت شوي مع عجلة الشغل والقصص بس بعده بعد في قصص هيك بعدنا منكتب لبعض رسائل بعد في ورقة وقلم بتنكتب لليوم لليوم بعد في ومنحتفظ بكل كلمة نقالت ما في شي بيروح هيك ما في كلمة بتنقال بتروح هيك لا هي قمة الرومانسية بهذا الزمن هي مو رومانسية عادية أبداً ما بعتقد بقى حدا بيكتب رسائل يعني بلا بعت فيها حلو كتير أنه تقدروا تحافظوا على هالشي بعصر السرعة والتكست ميسجز والواتساب بعدنا ايه بعدنا في عنا كتير ايميل له هو رول حطينه بالعلاقة أبداً أنتو اتنين بتحبوه بتجي هيك ما بعرف في شغلة هيبة بتقليكيها قصة أنا ورونية يمكن بتمنى كل الناس اللي بحبونا يعيشوا نفس القصة بتمنى كل شخص يعيش الحب الحقيقي لأنه كتير 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 بتفرق الحياة مع إنسان بتحبيه كتير بتفرق وأكيد يكون بالمقابر هو بيحبيك نفس الشي مش تكون القصة من طرف واحد أول بس كل الناس بتقول الحب بعد الزواج بيتغير بيتغير بس ما بيروح بتغير إنو بتصير فيه مش مش مشاكل بتصير فيه قصة هموم بالحياة بس ما فيه شي أنا بالنسبة لأليه فيه قاعدة بالحياة أنا ما كنت رح اتجوز إذا ما حبات إذا ما عاشت قصة حب لأنه بالنسبة لأليه الحب هو اللي بيخليك تتخطي كل المشاكل اللي بتجي من بعد الزواج إذا ما فيه حب تغرب تخلص العلاقة فيه فرق بالعمر بينك وبينه هذا الشي ما ما سبب عائق طبعا أنت أكبر منه لروني وهذا الشي موجود كتير بس بالنسبة لأغلب البنات اللي نقول البنات بتفضل مريات الشاب الأكبر منه أنت ما كان عندك مشكلة بهذا الموضوع أبداً وهو أبداً والمجتمع شوي بس رجعوا وتقبلوا حبوني لأنه عادةً بتكون المشكلة من عند أهل العريس أو أصحابه الناس اللي حواليه لأنه هو الأصغر أنا بالنسبة لأيلهم ما كانت أصحابي عندهم مشكلة فيها الموضوع ولا أهله بس كانت أنا بالنسبة لأيله كل مرة كنا عم نجرب نترك من ورا هاي الموضوع يقوينا أكتر أنا ليش هداية تمرت قصة الحب خمس سنين قبل الزواج ولا هلأ ثمانية سنين بعد الزواج إن شاء الله العمر كله بس أنت بتخافي من الطلق كتير ليش؟ انتو علاقتكن منيحة كتير بخاف من الطلق بشكل عام أنا بعمل فيك تقولي هباب بعمل المستحيل لما طلق مش بس ليه بتفكري بالطلق إذا أنتو منح مع بعض وبتحبوا بعض عم تقولي علاقتكن منيحة هلأ أكيد ما في علاقة بتخلى من المشاكل بس إذا هي بشكل عام منيحة ما لازم تخافي يمكن حتى ما تجز بهذا الشي لحياتك ولا ما بتأمي بهذا الموضوع يمكن لا مش هيك يمكن قد ما صارت كبير النسبة بالمجتمع والناس اللي حوليك إنه ناس كتير كتير عم بيطلقوا بترتخافي إنه معقول توصل يوصل الموضوع لعندي بتخافي من الخيانة؟ ايه كتير توسعي فيه؟ ايه الدي مية بالمية إذا واسق في مية بالمية ليش خايفة من الخيانة؟ لأنه فيها تكون موجودة بالمستقبل عم تحضري مسلسل الخائن؟ شكلك متأسر فيه شكلك متأسر فيه تعرفي شغلي هوني عصيرة المسلسلات دائماً بجرب أنا وروني نحضر قصص بتضحك مسلسلات بتعطيك أو هكي حدا بخبرك خبرية مضحكة بتعطينا هكي بتعطينا بوش لحياتنا يعني لما تحضر يا شخص مثلاً مثل فادر عادي باللبنان اللي هو كوميدي يعني بيطلع بيحكيك بيعملك سكاتش بيكامله عن الزوج والزوجة طيب هيدا الشي أنا بيقوينا أنا وروني مش بيضعفنا بالعكس منحس أنه اللي عم بيقوله واقع ونحنا هيك بنعمل ولازم بنرجع نقوي علاقتنا طيب إذا حساتي هلأ فجأة روني إجاء لك أنا ما أنا قادر أكمل شو ممكن يكون رد فعلك؟ أكيد بزعلي بس بتزعلي؟ ولا بتحاولي تتمسكي فيه؟ أكيد بدي حاول المكسيموم بتمسك فيه بس بتوصل إلى مرحلة يمكن إذا الشخص مقرر أنه ما بدي يكفي معي شو بتعملي؟ كرامتك أغلى من الحب؟ ولا بتروحي للمكسيموم بالمحاولات؟ بحاول بس برجع بحط كرامتي في كل شيء بس بحاول أكيد بدي حاول بدي أربح و بدي ما بدي أخسر هاي القصة أهلك كيف تقبلوا الموضوع؟ أي موضوع؟ عمر؟ لما كان بدك تتزوزي روني؟ أصدق فرق العمر ما كان عندهم مشكلة أهلة لأنه نحنا موجودة عندنا بالعائلة كمان أنه فيه وحفكرة كمان روني من عائلته كمان فيه ناس فيه موجودة عندهم بالعائلة أنه فيه أنا عمتي هو عمته تنينتهم أكبر من أزواجهم بس هي الفكرة أنه فيه ناس بيسألوك ليش؟ أنا بقول له مو بعرف ليش؟ هو اللي اخترته هو اللي بدي أكفي معه بتحسي حالك مرات أنضج منه؟ أبداً مع أنه بيقولوا المرأة بتنضج أكتر من الرجل أسرع تجربتي مع روني بعطيها نصيحة لكل الناس اللي عم يحضرونا أنه ما بحياتك تتطلع على العمر بهاي القصص طلع على التصرفات طلعي أنا صرت هلأ بعيدة مئة مرة تجربة معه وبهذا الفرق بالعكس أنا بصغر معه بيكبر معي في قصص بالحياة ما بتكتشفيها غير ما تعيشيها بقلب البيت يعني ما فيه ناس بيطلعوا على العمر المثالي أنه أنا لازم أتجوز واحد أكبر مني بخمس سنين هيدا هو أو سبع سنين العمر المثالي ما بيكونوا مبسوطين ما بتكون أبداً ما فيه شرط معين بالعلاقات أبداً أكيد هذا الشيء أثبت فيه كثير قصص ما له شروط بالعلاقة بين الشخصين كثير خاصة أنا من بعد ما اتغربت اكتشفت أكتر لأنه طلعت من البيئة العيشة فيها الصغيرة عم تكبر البيئة عم تكتشفي أنه أنا بالنسبة له الحب أكبر من كتير قصص نحنا والمجتمع حاطينا عائق رح نستقبل الشاي هلأ مع بعض بدنا نضيفك يعني ضيفتنا اليوم أنت وبعدين في حدا بعتلك مسيج على تليفونك تليفونك وين؟ بدنا تسمعينا المسيج اللي وصلتك شكرا ولكن أنا أعبك كثير ونحنا مفخورين فيك كثير ومسطين في الشغل اللي أنت عملي ونحبك كما كان بالشغل وفي البيت وفي الحياة شكراً لكم يا أمي أنا أحبك كثير كبير بحياتي إحنا اتفقنا بأول حلقة بس عندك محارمك مرة أمي قالتلي نهار عيد ميلادي بعتتلي مساج قالتلي بشكريك لأنه هي عم تقول لي بشكريك لأنه خليتها تصير أم أنا بالنسبة لأيلي هيدا هيك حطته قدامي لعمر كله فأنا بشكر مريضتها دايماً أنه خليتني سير أم خليتني عيش هالمشاعر يلي انتي قالي لي مرة من قبل أنه بحلم بالأمومة لا صير مثل أمي صرتي مثل أمك صرتي الأم اللي كنتي بتتمنيها أنا بعدني بحر بعد نقطة ببحر أمي بعد بدي كتير تكون مثله بس عم جرب قد ما فيه ودايماً بحس أنه عنده هيك فاقد من الأمومة بعرف كيف ديسميها بقدر تكون أم لعشرين ولد وبقدر تكون أم مريضتها انتي كنتي قيلة أنك حابة تتبني كمان صح؟ بس روني ما له موافقة على الموضوع مش مش موافقة باقي هيكة يمكن خيفين من الخطوة بس أنا جاهزة لقالة كتير ليه بديك تتبني طيب؟ مريضتها ما بتكفي ولا؟ بلا بتكفي بس دايماً أفكر بي بيولد بحاجة لأم وبي محروم وأنا بقدر أعطي هذا الشعور بقدر أكون بتحسي رح تحبيه قد بنتك اللي انتي خلفتيا؟ أكيد لما تاخد قرار أنه انت بدك تحدني ولد ببيتك تعطيه مشاعر الأمومة والقوة ما في شي بحدها المشاعر لأنه القرار هو الصعب أنا ما عم باخد القرار هيك تاخد القرار أنه أنا عم بعمل يعني خطوة فيها بطولية لا أبداً أنا مشاعري هالقدة واضحة من ناحية هيدا الموضوع اتأخرت شوية بس بعضنا عندي ايها كتير ولي روني ما بدو؟ يمكن بيخاف من الخطوة يمكن بيخاف من ردة فعل المجتمع مش كل العالم تتقبل أنه أنه يما أنتو بتجيب ولاد ليه ما بتكون تجيب ولاد منكن؟ أنا تفكيري بمحل تاني أنا محل تفكيري ب... لسا يجيب ولاد؟ كمان خيفين الخطوة ليش؟ مبارف مبارف إذا بيخاف من المستقبل بيخاف من تربيتهم بيخاف من القصص المادية وأكيد عنده كتير لأنه أنا بسأله دايما بيقول لي ماريته ماريته بس ف... بس ما بيحس هو بمطرح من المطارح يمكن يكون ظلم لماريته يمكن تقول له ليه ما جبتولي أخه أو أخه؟ دايما بتسألنا وأنا بعرف أنه خوفي هيدا النقطة هي أكتر شي بتخوفني بمستقبله أنه تكون واحدة مع أنه بعرف أنه أيام كتير في ناس عندهم أخوة منهم هنة اللي بيكونوا حدهم في أصدقاء بيكونوا حدهم أقرب منهم كتير من الأخوة بس مش دايما الحياة هيدا أنا هلأ الأولى أخيي تسود دنيا كلها مجد أخوكي أنت كتير مقربة منه حب حياتي على الله ترجع الحب هو بير أسرارك؟ ايه أكيد هو صديقي وخيي و... هو العاشت أنا وياه أحلى طفولة ومش بس الطفولة هلأ كمان هو أخوكي الوحيد وهلأد أنتو مقربين ايه كتير مقربين من وراء التربية من الأساس من البيت ونحن كمان شخصيتنا اتنينا كتير يعني قريبة شخصية قريبة وشخصية مثلا أنا وياه عاشتنا أيام وقت الجامعة ووقت الشغل ببيروت لحالنا كمان مش بس مع أهلي فاكتشفت هون قدي هو خي هيك مريح مسالم مع أنه أنا كتير حركة ونشيطة هو هيك ريق وبهول قصص يعني بس بتقولي أسرارك أكتر لروني ولا لمجد؟ مجد أنت بتقولي أنه روني حبيبي وشركي بس مش صديقي مافهمت كيف هي العلاقة إيه؟ وبقولها لكل الناس أنا بالنسبة لقلي زوجة وحبيبة وشخصة اللي قررت تكفي معه حياتي مش ضروري يكون هو صديقي أنا ما اخترت صديق تكفي معه حياتي أصدقائي موجودين بالحياة لا تحكي أنت وياهم أنا بتضحك أكيد أنا وروني وبحكيه بخبره أسرار وبقول له كتير قصص بس مش يعني أنه مش هيدا الصديقي اللي بتطلع أنت وياه تتحدثه بمواضيع هيك تاني لا مش محله هو محله بدي أحكي ما بتقامني بالمقولة اللي بيقول لك تجوزي your best friend مش ضروري حتى تضلوا كل العمر مبسوطين مع بعض مش ضروري لأنه مش دايما ال best friends هنه اللي بيضلوا مع بعض يا ما بتخسري أنا في ناس كتير يخسرتهم بحياتي كانوا هن الأفضل والمقربين أكتر شي بحياتي خسرتهم بزعل بس خسرتهم راحوا من حياتي هو حبيبي وجوزة والشخص اللي بدي كفي معه حياتي هو روني بس مش صديقي مقتنع فيه مقتنع طيب شو تغير بيروني بعد الزواج وشو هو يغير فيكي شو تغير بيروني بعد الزواج صار بيساعدني بالبيت كتير لأن هو شخص عاشوا أولي الحقيقة هو بيع عاشوا صار بيبكي كمان ولا بيبكي بيبكي ببيقلك شي مرة خلاص بكي لا منعبر منعبر احنا كتلة هيك تعبير بالبيت وماريتا ماريتا كمان ايه وقت مسلا وقت عيد ميلادة منجتمع كلنا سوا مع الورود والرسايل ومنبكي كلنا سوا عفكرة هيدا الشي انا حفلة بوكاة طريق عنديها من البيت كمان احنا بالبيت حتى مع امي وباية عندنا مشاعر منقدر نبكي تغرب يعني منغمر بعض منعبر منبوص بعض منبكي مع بعض نقلتها على بيتي لا ماريتا بتوقع انقلها هالشي يعني لأنه هي بنتي بس رؤوني ما توقعتها لقد أثر فيه انتي كانت بقسم ماماتك على ايدك مريم مريم حالو انتي قرب لأمك من ابوكي ايه نينيتن بحبون كتير كنتي محميتة في البيت حسب ما سمعت ايه انا دايما دايما المحميتة باع الام مبعرف ليه بس انا كمان ايه ببيتنا انا بدافع عن امي بكل شيء وهيدا اللي تعطوه عملته قبل ما قبل ما اتجوز بفترة قليلة تم حس انه انا فلتني البيت وما فلت معي فهي فلت معي وعلاغتك ببيت كيف نيحة 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 بشبهه بكتير قصص بشبهه بكتير قصص بشبهه بكتير قصص بعرفه الناس بقولولي هيدا الفكرة بس بس هو شخص منيح يعني انا منبسط انه عشت مع بيه ومع امي معهن اتنين اتن شو الصيفة اللي بتتمنى ماريتا تاخده منك؟ ما بدي يكون كتير مثالية يعني بس انه بحب تفكر دايما بيه بطريقة حلوة ما تفكر بالشر يعني تشيل الشر على جنب انا دايما بيقوله قبل ما تنام بدي تصلي بدي يكون بتقولي له لا الله بدي يكون بنت شاطرة بنت منيحة وبنت مبسوطة صحيح اذا كانت شاطرة ومنيحة ومبسوطة الحقيقة رح تكون كتير حلوة ما بدي ارجع معك لمرحلة مسابقات ملكة جمال لبنان او مسابقة ملكة جمال لبنان انتو النسخة الوحيدة اللي انعملت رياليتي شو الكاميرات موجه عليكم 24 ساعة كيف كانت هالتجربة؟ حكيري بكل صدق وبكل وضوح واليوم بدي اسرار منك انا اسرار؟ ما رح اطلع من هون لتعطيني اسرار ما انا قلتلك افل ماش كتير عندي اسرار انا كتير لا اكيد بهاي المسابقة بالذات كان في اسرار خاصة انك كنتي بنفس المسابقة مع نادين نجيم طبعا النجمة هلا نادين نجيم صارت بالتمثيل ولميتة فرنجية يعني كانت الدفعة مليئة ماشاء الله بالجميلات بدي وبالنجمات طبعا بدي تجربتك معهم بشكل عام مع المسابقة كيف حساتي كيف كل شيء اوكي بدي نحكي من ايتو ذات اوكي هي التجربة بحد ذاتها كانت صدفة انا كنت بشتغل مسرح بمكان حد مبنى ال بي سي مطرح ما بيعملوا كاستنج لمسلبا فأنا ما بعرف شو حسات حملت حالي وطلعت عملت كاستنج ونزلت رجعت على المسرح نقبلت يعني هيك ما بعرف ما بعرف ما كنت بتعرفي حدا ولا شيء ولا شيء ما بعرف شو صار ما كان معي تليفون شو الكاستنج كان؟ شو بتعمل بتمشي بس على الوديوم؟ نطلع وننشي ايه فيه لجنة هيك صغيرة بيتفرجوا علينا مشونا بالكعب بعدين مشونا بالكعب ورجعنا بتذكر انه مثل كأنه شيء نكسر بكعبي بس ما تأثرت لانه انا دارسة مسرح انا بالنسبة لي كانت القصص هدي انه عم بلعب يعني انا هوني ورجعت دقوا لي على فكرة ما كان معي تليفون دقوا على تليفون بي قالوا له انه نقبلت مجدلة رحت عالتجربة لقيت حالة انه لقينا حالة 16 بنت نحنا بس كانت واضحة من البداية كانت واضحة واضحة من البداية انه لا مش هيك انه فيه جروب صبايا هن رح يوصلوا للأخر ونحنا تكملت عدد طويلة قصيرة ما بعرف شو شو ما كنت مش مهم نحنا قديتوا لك مجدلة مترو التسعة وستين لا طويلة ايه بس انه قصدي انه بشكل عام يعني كان البقيين البقيين عن الستة اللي نحنا المشتركين عند عشرة كانوا فوق السبعين يعني ايه ومش بس عطول عم بحكي يعني بينين نحنا انه هيدول الأشخاص يلي عم نعبه هو لنوصل لآخر ستة لانه انت عندي كواتا تكون رياليتي شو يعني انت عم تطلعي كل أسبوع وكل أسبوع ريح تتلعب بنت ريح تتلعب بنت اه تنتين كان ايه صح صو هي هيك بس اللي صار انه نحنا بقلب الاكاديمي كنا عاديين مطرح ستار اكاديمي صو هون هيك كنا في ناس بتقوم الصبح دغري على الميك اوب في ناس بتقوم عادة متحررة مع حالة كل واحدة بتشوف كتير شخصيات مختلفة بهيدا اللي اللي كان عم بيصير كان حقيقي ولا كان فيك لانه قدام الكاميرات اللي بتقوم بتحط ميك اوب في ناس كانوا عم يلعبوها فيك في ناس كانوا عم يلعبوها ينسوا انه في كاميرات فعلا كان ممكن واحد ينسى ايه كان فيك تنسى اكيد لانه هيدا اللي عملكي ايام في ناس بتحط هدف بحياته اللي مش حاطة هدف اللي جاية تيتسلى أو يعمل تجربة بينسى انه في كاميرا بس اللي جاية حاطة هدف انه انا بدي اوصل للاخر اتي وين كنتي؟ هايك ولا هايك؟ لا كنت عارفة انه انا ما بوصل للاخر لا 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 كنت بعرف اكيد لا اه مش لا كنت ارجع للأسرار في صحيفة بوقتها كتبت في مجلة نسيت دامين لانه كنت جمعهم بوقتها كتير انتقدت عم تنتقد كل شخص او كل مشتركة بسنتا فكتبت عن كل واحدة شيء دايما نقد 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 وصلت علي مجدرة خطار انت جميلة وناعمة ولكن ماذا تفعلين مع ملكات الجمال؟ يعني هيدا شو بتقلك هيدا هون ضغط اثر فيكي هالكلام؟ كنا صغار ايه شوي اثر؟ انه اسأله انا شو عملت اللي كتبت عني هيك بس انه هي منحشة فتنة ناعمة وحلوة جميلة فهي هاي اللي بتصير انه في ناس بتعرف انه جاية اشتغل صح طو وصل وفي ناس والدراما اللي كانت تصير كان متفق عليها؟ في اساس لا في اساس لا؟ هلين فعلا كانوا يتخانعوا مع بعض انت عم تتخيالي بنات عم يتنافسوا على لقب ملكة جمال؟ اكيد وحطت تيون قدام الامر الواقع يعيشوا مع بعض ست اصابيع لقد صعبة صعبة انا زي بكتبوا عن بنت حلوة لقيمة بتقوم هي المنافسة اساسا بتصير بالحفلات اللي بتكون حفلة ايه بتكون حفلة واحدة وبصير فيها كتير خلافات برات الهواء بس نحن ما منشوفها هون شفناها شفناها لانه من هيك من عادت التجربة لانه كانت كتير ايه من عادت ما فيك كانت كتير صعبة ما فينا اكيد ما فيك تحط البنات بهال الموقف وتقديرهم ما تغاروا او ما تتنافسوا او ما تفرجوني شخصيتكم الحلوة بشها طيب و بارت الاعلانات انت كنت يواجه اعلاني متل ما ذكرنا كمان هي ببدايات البدايات صح؟ هي قبل ما تكوني مزيعة وقبل ما تدخلي مسيبهم بلشت وكفيت لا مش من زمين وقفت انا عاملة تقريبا فوق التسعين اعلان اذا مش اكتر عاملة كتير وفي فترة من الفترات كنت انطلب بالاسم فكنت هيك مبسوطة بحالي بس هون خفت الامور كتير وتجيب علينا ورات كمان ليه؟ سكنت بأبو دبي وكانوا معظم شركات الانتاج هنا في دبي فكان كتير صعب علي ان انزل كل مرة اعمل كاستينج وارجعنا باللبنان كنت قاعدة ببيروت وكان شركات بتحبي بتستمتعك انت بها المهنة؟ كتير كتير كانت بالنسبة لي ملعبة انا هون كتير مبسوطة لما تجينا دعاي حس كتير مبسوطة في ناس مدوا معي كونترا على كذا سنة مجربتي تدخلي تمثيل بما انه هو الاعلان يمكن مقطع مصغر بيكون عم تمثلي فيه انا درسة مسرح اساسا اي اه ما بعرف لي ما عملت هالخطوة يمكن حبيت الاعلام اكتر حبيت انه يكون موزيعة او التليفزيون حبيت اكتر من انه يكون ممثلة كان عندي تجربة صغيرة هيك بالتمثيل قبل ما حست حالي انه انا عاملة مسرح وبحبها كتير يعني شغل على المسرح متعة خاصة على المسرح مش بس على تمثيل التليفزيوني اه كل يوم بتشوف الجمهور وبتعقد معرض بيكون فيه كتير قصص ارتجالية والمشاعر وكل العمل يعني كله حلو بس ما بعرف خفت يمكن يمكن اه حسات انه مع انه انا كمان درسة تربية مسرحية انه فينا علم مسرح معي شهده تعليمية حتى بالتعليم اه مكن بالمحل الصحيح لانه بالتعليم حسات انه انا ميز دولاد الشاطرين عن المشاطرين وهيدا شي ممنوع بالتعليم ممنوع مع المتميز ولد عند تاني فقلت انا لأ ليش انا جيدة انا تسلى هيدا مالا يعني هيدا مادة فيها مسرح فيها تسلية فيها مرح ليه بدي اميز ستوب بالمستقبل وين شايفة حالك؟ عم بعمل نصيحة ورح يكون برنامج كتير كبير نصيحة لماريتا بنتك؟ ماريتا ماريتا بس كل خيطان ماريتا الا استمتع بالحياة كل شي بتحبي يعمليه كوني حرة مثل ما هي حرة هي حرة بمشاعرها يعني ماريتا بتروح تتعامل الاكتيفيتيز مثلا معينين ما بتعملهم لتنافس بتعملهم لتنبسط فكوني هيدا الشخص كل حياتك حتى بالمدرسة بتروح على المدرسة تتعلم بس مش لتنافس اخر هما اذا عملت غلطة بالنسبة لالهي صار تعرفها خلص قطعت مش يعني انا بخاف خليكي متل ما انت خليكي هالبنة المبسوطة بحياتك لان انا بعرف انه هي شخص مبسوط وهيدا الشي انا فخورة فيه انه جربت اعطيها اي قدمة فيه من انا وكنت برغنانت انه هي تكون مبسوطة وبقولها طالك حبيني ادمانا بحبك ان شاء الله كل العمر وان شاء الله بتفرحي فيها بنجاحاتها وبسعادتها مرسي مرسي لك مجدلة مرسي هبا مرسي هبا شكرا تفاق